مرحبا برج الجوزة أهلا فيكم رح أسوي لكم التوقعات الأسبوعية للأسبوعين القادمين من تاريخ اليوم رح ننظر فيها نظرة عامة على الصعيد العملي المهني القانوني الصحي أو أي أمور ثانية حتى الصعيد العاطفي إذا لقينا في أي رسالة رح أشوفها لكم القراءة رح تكون حق الشمسي الطالع والقمري دائما الأولوية للشمسي إلا إذا ما انطبق معاك توجه إلى القمري أو الطالع رح أشوف لكم ما هي الرسائل اللي بانتظاركم للأسبوعين القادمين أو الطاقة المتوفرة الزاهد الزاهد يبحث عن النجمة ولكن ما أدري ليش أحس أن أنتوا لقيتوا النجمة ولكن الحين أنتوا في مرحلة تفكير قاعدين تقيمون ما هو أفضل استثمار للنجمة هل حصلتوا على ورث؟ موافقة تصريح للبدء في شي كنتوا من زمان مخططين له بالضبط في الأسابيع القادمة ستأتيك موافقة أو تشجيع تصريح على أن تتوجه في الجانب اللي أنت كنت دائما حاط عينك عليه في مشروع ترقية شهادة معينة أن تدرس لها دائما تحاط عينك عليها ولكن في الفترة القادمة ستلاقيها يعني احتمال أنك تتخرج تنجح وأيضا تلاقي فرصة مثل اللي نافذة مو باب أنا عندنا الخماس الصغير رح تلاقي نافذة مخرج غير مدخل غير مباشر للموضوع اللي أنت تحلم فيه ولكن في النهاية مدخل إذا نجحت في الدخول إلى المحيط هذا عشر الخماسيات لما نشوف شي بسيط مثل الخماس الصغير هو اللي يؤدي بنا إلى عشر الخماسيات مرحلة اكتمال السعادة الرخاء الأموال وحتى الدخل المريح يكون عندنا في حياتنا معناتها يا برج الجوزاء بداياتك ستكون صغيرة نعم بخطوات بسيطة أيوة ولكن هنا يقول لي البركة في القليل القليل هذا للأشخاص الثانيين أو حتى أنت استصغره في عين نفسك احتمال نجحت فقط في امتحان واحد حصلت على ترقية بسيطة ولكن انت على الطريق الصحيح هذا اللي قاعدة اسمعلك انت على الطريق الصحيح من أجل الوجهة اللي حاطها في بالك انت مخفي كأنك على الناس حلم كبير عندك إياه من زمان يراودك ولكن الخطوات اللي لازم تأخذها هي خطوات عملية صغيرة يوميا تبدأ بتركيزك على عملك على دراستك تجارتك يوم بيوم يوم بيوم لحد ما تستيقظ يوم الأيام تلاقي نفسك وصلت إلى عشر الخماسيات بدون أن تركز بدون أن تكون يعني لحوح رح تستيقظ يوم الأيام من بعد الكثير طبعا من الجهد اللي تستثمره في هاي الطريق رح تلاقي أنه وصلت من دون أن تبحث لأنه عندنا أول شي كارت الزاهد الذي يبحث هنا يقول لك لا تبحث ركز على جهودك اليومية في هذا المجال عندنا أيضا تسع الخماسيات تسع الخماسيات من بعد عشر الخماسيات ما أدري ليش بس أحس أنه في شخص في حياتك أوكي زواج ابن رح يكون في الطريق ذرية هم أنت هني رح تكون بالعكس هني أشوفك أعزب رح تستطيع لوحدك أن تحقق لنفسك الرخاء ولكن لأن هذلين الأشخاص رح يدخلون في حياتك الزوجة الأبناء هم اللي رح يخذون من رخائك هذا كله شي بسيط خماسي واحد فقط ولكن ستظل في المرحلة الجميلة في مرحلة الرخاء مرحلة أنا أملك كل شيء واحتمال أيضا في نفس الوقت أن أنت يا برج الجوزاء بعد فترة رح تصبح مستعد لأن ترتبط لأنه عندك العشرة وصلت النضوج للارتباط حققت استوفيت الشروط الأموال عندك الأخلاق عندك النضوج العاطفي عندك ولكن ما أدري ليش لسبب ما أنت تحاول أن تبقى أعزب تظهر للناس أن أنت تسعة مو عشرة في شي ننقص عندك لحد الآن ما حققته لحد الآن أنت الدورة من أجل ذلك لا أريد الارتباط ولكن في حقيقة الموضوع أنت في الحالتين قادر على الارتباط نشوف شنو في رسائل ثانية لك في هذا المجال ثلاث الخماسيات في أحد في أحد في محيط عملك رح يحاول أن يشغلك هو يرى قيمتك برج الجوزاء من أفضل الأبراج في استلام المشاريع والعمل على المشاريع هذا الشخص اللي فوقك مدير صاحب منصب أعلى أو مشرف عليك رح يرى أو حتى احتمال الشخص اللي أنت قاعد تحاول أن تقوم معه ببعض الأعمال التجارية سيرى قيمتك مقيمتك المالية قيمة إنجازاتك رح يرى أنك شخص تستحق أن يستثمر فيك إشلال رح يستثمر فيك هل سيعطيك الأموال احتمال ولكن أشوفه هنا أنه رح يعطيك المزيد من المشاريع إذا كنت بانتظار أشخاص يوظفونك فترة جدا ممتازة فمحيط العمل المدراء دائما رح في الفترة القادمة يلفظون اسمك وننادون اسمك يريدونك أنت أن تكون المترأس والمشرف على مشاريعهم القادمة عندهم ثقة عمياء فيك في جودة عملك في حرفيتك في عملك عندهم ثقة بغض النظر عن المجال اللي أنت فيه برج الجوزاء في الفترة القادمة أنت مبدع وأتقنت حرفتك عندما يسأل المدراء أو الأشخاص اللي يتعاملون معاك في محيطك من الأفضل رح تكون أنت احتمال أيضا قلت لك خطواتك لهاي الرحلة رح تبدأ بخطوات صغيرة بيبي سيبس خطوات الطفل الرضيع ولكن تمالك نفسك كن صبور كن قوي إحنا ترى ما نحتاج خطوة قوة عشان نقوم بالخطوات الكبيرة في حياتنا نحتاج القوة من أجل القيام بالأعمال الروتينية المملة لأن لسبب ما الأعمال الروتينية المملة اللي يطلبها منك الآخرون الأهل المحيط المدراء شركائك في العمل هي اللي راح توصلك لللي في بالك عزيزي فعليك التحمل روض الأسد اللي في داخلك مطلوب منك التحمل عشرة سوري تحت عشرة الخماسيات عندنا كرت الساحر رح أوضح تسعة الخماسيات عشان نشوف بالضبط ما دل ليش يا برج الجوزاء أحسك في الفترة القادمة عندكم سيناريو هين البعض منكم قلت لكم دائما قراءة تكون عكسية على حسب الجوزاء اللي قاعد يشاهدني ممرأة ولا رجل السيناريو الأول برج الجوزاء أشوفه خصوصا إذا كان رجل سيحاول أن يخفي عنده قلت لكم من العشرة يحاول يسوي نفسه تسعة يحاول أن يخفي أنه وصل إلى النضوج المالي حقق إنجازات مالية ممتازة وصل إلى النضوج أنه يستطيع أن يرتبط رح يتجنب بكل الطرق الارتباط يتجنبها بطريق أن يتحجج أو يتعذر بالأموال الأموال موجودة بس يتعذر بها يتعذر بالغصن ما عنده وقت يتعذر بالسيف يقول لك حاليا أنا ما أفكر بالزواج يتعذر بالكوب التقيت بالشخص ولكن ما عندي مشاعر كل الأسباب رح يحاول أن يلعب عليها أشوفي هنا ساحر متلاعب هذا بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة أرأيها بالعكس عكس رجل الجوزاء في الفترة القادمة رح تحاول أن تقول شوفوني أنا أملك كل اللي أنتو تطلبونا كل اللي في بالكم عشان أأسس حياة زوجية عشان أكون حبيبة ممتازة عشان أكون زوجة سعيدة أقدر أسعد نفسي وأسعد الشخص الآخر رح تعلن أنك أعزب تسع الخماسيات رح تعلنين أنك عزباء للأشخاص وتحاولين بشدة طرق أن تبينين في وجهة نظر المجتمع عشان يقع عليك الاختيار من أجل الارتباط دائما أعكسي القراءة بما يناسب جانبك رح تنظر إلى جانب آخر ممكن يكون صحي عاطفي أو حتى قانوني نشوف شنو يطلع لكم في الرسائل الباقية ملك الأخصان دائما أحس أن هذا الملك إذا كان موجود عند برج الجوزاء يحب أن يتحكم فيهم يقننهم يضعهم في علبة ويخبرهم كيف يتصرفون وإن كان لا يملك الحق عليك أو لا يملك السلطة عليك ولكن لسبب ما هو دائما يحب أن يتدخل رح تسحب عليه في الفترة القادمة طاقتك الطبيعية ملكة السيوف ولكن ملكة السيوف دائما ترمز إلى العنف أو ستقطعه أو ستخبره بطريقة جافة أن أنت ما لك حق عندي ما لك حق في أن تخبرني ماذا أعمل في حياتي ولكن أشوفه هنا دبلوماسية ستحاول أن تصل إلى تسوية يا برج الجوزاء مع هذا الشخص اللي في حياتك يحاول دائما أن يتحكم بك أو يخيفك أو يشكك لا تنسى أنك متوجه إلى الرخاء يشكك في خطواتك دائما يحب أن يشرف عليك كأنه أنت طفل صغير أوكي أنت ستتعامل معه بحرفية كما في محيطك المهني رح تكون معاه جدا محترف تحاول أن تهدي مخاوفه نادرا ما أرى ملكة السيوف إنسانة منطقية مستعدة أنها تناقش بالعادة هي دائما تكون مستعدة أن تستخدم سيفها ولكن لحسن الحظ لكم أنت وراح تكون جدا دبلوماسية أربع بالضبط أربع الأغصان أنت مو همك هذا الشخص أنت مو في بالك أبدا هذا الشخص ممكن يكون أب صديق زوج زوج سابق ما يهمك ما بيقول وما يهمك إشلون يواجهك تدري ليش في الفترة القادمة لأن عينك على أربع أربع الأغصان عينك على الحلم اللي ابتديت تشوف نتائجه في الواقع ابتديت تبنيه ابتديت تحط له حجر الأساس أهم هنا أشوف ملكة السيوف قاعدة توازن قرارين القرار الأول أن تستثمر طاقتها وجهدها أن تدخل في حرب مع هذا الشخص أو تواجهه بعنف أو تخلق مشاكل معه ولكن رح تنظر إلى الجانب الآخر ترى أن عندها عش جميل لا تنسى الطير أخصان وطير عندها عش جميل ابتدتوها من بعد جهود كبيرة ترى فيه الحياة الازدهار ما راح تدير بال والنصيحة لك أن لا تدير بال للأشخاص اللي حاولون أن يحبطونك ودائما عينك على الجائزة عينك على الهدف عشان ما تفقد تركيزك وتوازنك أربعة توازن أخر كرت أشوفها لكم السيف لأن هذه هي الحقيقة ولكن ملكة السيوف ما راح تنسى قلت لك ملكة السيوف دائما مستعدة أن تستخدم سيفها ما راح تنسى موقف ملك الأخصان معاها مهما كان هذا الشخص انت تعرف من هما في حياتك ملكة السيوف راح تضل وهذا طبعك يا برج الجوزاء احتمال أنك تأجل المواجهة ولكن لا تنساها ستأجل حاليا أوكي راح تططب على هاي الوضع ولكن في يوم من الأيام عندما تصل للعشر خماسيات اللي راويتك إياها راح تكون في حياتك إن شاء الله في المستقبل راح تسحب السيف على هذا الشخص راح كأنما تحرقك تحرقه أو تواجهه من غير مواجهة راح تحاول أنك تقهر ترجع له وحده بوحده ولكن في الوقت المناصب دامنا هذا الشيء أو هذا التصرف ما راح يأثر على حياتك والنتائج اللي تحققها على راحتك ولكن دائما نشوف إنه في النهاية راح تميل إنك تنتقم متسامح آخر نصيحة لبرج الجوزاء للفترة القادمة عندنا أسأل 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 الآخرين من أجل أن يساعدوك ماذا تحتاج كن مستعد من أجل من أجل استلام أوكي العون من الآخرين لما إحنا نكابر ما أدري ليش هني قاعدة أشوف ملكة السيوف لما إحنا نكابر نقول ما نحتاج مساعدتكم مع أن في الفترة القادمة يا برج الجوزاء فعلا لديك الكثير على من المهام على طبقك الخاص لا تنسى عندك الخماس الصغير وأيضا ثلاث الخماسيات يعني رح تكون تعمل بجهود في كل الاتجاهات عشان تصل إلى عشر الخماسيات اللي في بالك فإذا في أي شيء استصعب عليك تحس أنه زاد الأمر عن طاقتك وعن تحملك لا ترفض لا تحزن لا تنسحب ولكن اسأل الآخرين من أجل أن يساعدونك وإن كان هذا من غير طبعك لأن في النهاية لا تنسى من القراءة دائما الآخرين يعتمدون عليك وعلى جهودك الخاصة ولكن ما بين تفكيرك في حياتك وتحقيق أحلامك وما بين ما يطلبه منك الآخرين في محيطك في العمل رح تكون شوية مشغول ومشتت فأبدا لا تنسى أو لا تخجل من أن تسأل الآخرين من أجل المساعدة واحد زائد أربعة خمسة خمسة هو رقم بالنسبة لي خمسة هو مرحلة انتقالية لا تنسكر خمس المشردين مرحلة انتقالية وصلنا إلى خمسة إما نلعب الموضوع صح نخطط صح نتصرف صح نصل من الخمسة سنصل بهدوء إلى العشرة أو نكابر نخاف ننسحب من الخمسة نصل مرة ثانية نرجع نرجع إلى الصفر فهي مرحلة جدا تستدعي منك التصرف الصحيح الدبنماسي شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر